إلى البطولة المحترفة حيث حققت شبيبة القبائل فوزاً مهماً في كلاسيكو الجزائر أمام مولودية الجزائر المواجهة إذن فاز فيها شبيبة القبائل بهدفين لهدف في المواجهة التي احتضنها ملعب أول نوفمبر بيتيزي وزو وصلت فيها الشبيبة في هذه الجولة الرابعة وثلاثين بهدفين منحها نقاط مهمة وصلتها إلى اثنتين وخمسين نقطة في الإجمال ولكن مع أربع لقاءات متاخرة بالنسبة لشبيبة القبائل ولكن المولودية عادت بخلفية بنتائج ضعيفة في الفترة الأخيرة وهذا الموسم قد لا تؤهلها لأن تشارك في منافسة قرية التغطية في هذه المواجهة لصفي أيبا رودان بدنيين نهارنا في الشوط الثاني وهذا الشي اللي يخلى للشبيبة يعني يفاز بهدفين مقابل هدف ممكن كانت تسجل أكثر من هدفين نفس الشيح نضيعنا هدفين أو ثلاثة على العموم نظن باللي فوز مستحق للشبيبة وإحنا نزيد نعاود بشنا نتكلم باللي نشكر اللعبين على المرضو اللي يؤديوه مهما الصعوبات الموجودة من جانب البداني حتى من جانب البدائل حتى من جانب التعداد ككل ولكن هناك شبال يرانا نخدم في المتقى رحمي الدوو في الخيبرة رحمي كتسبو في الخيبرة المستخبار شعله نعم ، لن نعمل لعيد المخصوصية لن نعمل لعيد المخصوصية